السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنأخذ اليوم الدرس الثاني من دروس وظيفة الإنتاج وهو الإنتاج كنظام عمليات. يتوقع من الطالب في نهاية الحصة الأهداف التالية أن يرتب مراحل العملية الإنتاجية، أن يطبق مراحل العملية الإنتاجية بالترتيب. كما درسنا في الدرس السابق أن الإنتاج هو عملية لتحويل عناصر الإنتاج، أي المدخلات، من خلال العمليات التشغيلية إلى مخرجات، معنى ذلك أن الإنتاج كنظام عمليات عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة من الأنشطة التي يمكن من خلالها تحويل المدخلات إلى مخرجات. والآن ننتقل إلى الهدف الأول وهو كيفية ترتيب مراحل العمليات الإنتاجية. برأيك، مما يتكون النظام الإنتاجي؟ يتكون من المدخلات الإنبوتز، العمليات بروسيسينج، المخرجات الأوت بوتز. والآن علينا بفتح الكتاب صفحة 149 لنرى الشكل التوضيحي لمراحل العملية الإنتاجية وهي كالتالي، المدخلات مثل المواد الخام، العمالة، الأموال، التكنولوجيا. يأتي بعد ذلك عمليات التشغيل أو التحويل، ثم المخرجات وهي تقون على هيئة سلعة أو خدمة، وكل ذلك لا بد في النهاية من التغذية الراجعة التي تؤكد لنا أن المراحل تمت بشكل صحيح. والآن لدينا مثال توضيحي لترتيب مراحل العملية الإنتاجية وهو إنتاج الأثاث. إذا أردنا أن ننتج أثاث، فما هي مدخلتنا؟ تكون المدخلات كالتالي، الألات، الخشب، المعدات، المصمير، مواد الطلاء، العمالة، ولا ننسى الأموال. تمر بعمليات التشغيل والتحويل من قص ونشر وطلاء وصبغ لنصل إلى المخرجات وهو المنتج النهائي وهو إنتاج الأثاث. ننتقل الآن للهدف الثاني وهو تطبيق مراحل العملية الإنتاجية بالترتيب. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، الرجاء محاولة الحل معي أثناء الشرح. إذا أردنا أن نطبق مراحل العملية الإنتاجية على مصنع ملابس، فما هي مدخلتنا؟ تكون المدخلات على سبيل المثال، القطن، الألات، العمالة، الأموال لتقوم بعمليات التشغيل مثل القص، الصبغ، الخياطة، التفصيل وهكذا لنصل إلى المخرجات وهو المنتج الأساسي وهو الملابس. ننتقل إلى مثال آخر وهو مراحل العملية الإنتاجية للجامعة. لقي تصل إلى الجامعة ما هي مدخلاتك؟ المعلم، الأموال، التكنولوجيا، الكتب. كل ذلك يمر بعمليات التشغيل والتحويل من الدراسة والجد والإجتهاد، التعب وشرح الدروس، حل الواجبات لنصل إلى مخرجتنا وهي الخريجة المتعلمة. لدينا أيضاً تطبيق آخر على مراحل العملية الإنتاجية وهو مراحل العملية الإنتاجية لمصنع السيارات. فما هي مدخلاتي؟ المدخلات، الألات، الحديد، الخام، العمالة، الأموال، الأقمشة. تمر بعمليات التشغيل والتحويل لنصل إلى المخرج النهائي وهو إنتاج السيارات. والآن لنتأكد من فهمنا لمراحل العملية الإنتاجية، كن بفتح مصدر التعلم صفحة 150 وحل النشاط التالي. اختر أي نشاط إنتاجي مغبز شركات شحن ونقل وأكمله على الشكل التالي الذي يمثل مراحل العملية الإنتاجية. إذا بدأنا بالمغبز، فما هي المدخلات؟ على سبيل المثال، المواد الخام مثل الطحين، العمالة، الألات، الأموال. تقوم بعمليات تشغيل مثل تحويل الطحين إلى العجين، تشكيل العجين والخبز والطه. لنصل إلى المخرجات مثل المغبزات، الكيكات، وهكذا. ننتقل إلى نشاط إنتاجي آخر، وهو شركات الشحن والنقل. فما هي المدخلات؟ على سبيل المثال، سيارات النقل، نحتاج إلى عمالة، نحتاج إلى ألات، نحتاج إلى أموال. لنقوم بعمليات التشغيل مثل نقل وشحن البضائع، تأمين المخازن، لنصل إلى مخرجتنا وهي شحن البضائع والمنتجات بدون خسائر. والآن دعونا نفتح مصدر التعلم للمادة الكتاب المدرسي صفحة 153 السؤال السادس. يقول السؤال، يتكون الإنتاج كنظام عمليات من ثلاثة أجزاء، اذكرها مستعينا بالرسم، مع وضع مثال توضيحي من عندك. كما ذكرنا سابقا، تتكون العملية الإنتاجية من ثلاثة أجزاء، هي المدخلات مثل المواد الخام، العمالة، الأموال، التكنولوجيا، المعدات والآلات، ثم عمليات التشغيل والتحويل لنصل إلى المخرجات وهي السلع والخدمات، ثم التغذية الراجعة التي تعود علينا بالفائدة. والآن لدينا مثال توضيحي لمراحل العملية الإنتاجية وهو مصنع الألبان. تكون المدخلات كالتالي، الأبقار، الحيوانات، العمال، القرطون، الأموال، والآلاب. تتم عمليات التشغيل من تصميم العلب، استخراج الحليب، والتجهيز لنصل إلى المخرج النهائي وهو اللبن. وهكذا لقد أنهينا شرح درس الإنتاج كنظام عمليات مع تمنيات لكم بالنجاح والتوفيق.